وفاة كانت طفلة عادية كانت تلعب مع أخوانها ومع بنات الجيران لما كنا صغار كنا نشتمع ونتكلم عن أحلامنا وإيش نشي نكون في المستقبل كان كل طفلي يحكي لي وبنات الجيران لما نقعد يقول اللي يقول لي طيار واللي يقول لي مهندس واللي يقول لي مدرس واللي يقول لي طبيب فس أنا كان عندي حلم مختلف تماما كان حلمي أكون رئيسة جمهورية مرة واحدة بس الصراحة بدون مرافقين بدأت أول خطوة في حياتي أنه أوصل لحلمي دراستي وصلت لمرحلة الرابعة الابتدائي تغيرت أسبوع كامل من المدرسة لأسباب مرضية أجي للمدرسة يقول لي تسميع جدول الضرب طيب أنا مش حفظة لمن واحد لخمسة يقولوا لي كمان ستة وسبعة كان عندي مدرسة زي هذه الآن سميشين أنا وقفت قدامها بدأت أسرد لها جدول الضرب وأسمع لها أنا نسيت جدول الضرب من كثير ما كانت هيبة بعدها تعاقبت من ساعتها أنا حسيت أنه محبطة أنه لا كيف بوصل كيف بوصل لحلمي وأنا أصلاً ما ذاكرت وما حفظت وما سمعت وتعاقبت حسيت بإحباط شديد رجعت للبيت وجالت أفكر مع نفسي كيف يا وفاء عشان بس تعاقبتي وخليتي المدرسة تصيح فوقك تستغني عن حلمك بهذه السهولة لا 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 مستحيل أنا مصرة أني أواصل حلمي وبثبت للأستاذة أنه بسمع لها جدول الضرب وبوصل لليل يشتي هنا روحت اليوم الثاني لمدرسة جلس مع الطالبات سوينا مجموعة جلسنا نتعلم نحفظ جدول الضرب مع بعض وتعلمت جدول الضرب وسمعت للأستاذة وكرموني عشان نحفظ جدول الضرب كنت في مراحلة دراسة أحلم أغير شي في مجتمعي أحلم أنه أبرز في المجتمع أنه كوني بنت يمنية وصلت لمرحلة أنه أحدد يا علمي يا أدبي أنا دخلت مستوى الأدبي كنت في المدرسة من الطالبات النشيطات وأشارك في فعاليات داخلية وخارجية فيوم من الأيام جت مؤسسة للمدرسة مؤسسة خاصة أنه كيف تكون رائد أعمال ناجح كيف تفتح مشروعك وشركتك الخاصة فيك فكنت من ضمن هذول البنات ساعتها سوين اجتماع وترشحت أكون رئيسة للشركة صح كان حلمي وأنا صغيرة أكون رئيسة جمهورية بس سعي ورا هذا الحلم خلق لي حلم آخر وأنه أكون رئيسة شركة طلابية روحت للبيت وقاعدة في البيت أحكي مع أهلي أنه أشي فكرة ومنتج قوي لمشروع يفيد المجتمع ويفيد كل مواطن يمني وعربي وعالمي طبعاً تعرفوا اليمن عندنا الكهرباء بسبب الإنقطاع المستمر للتيارة الكهربائي الدنيا كلها ظلام فيوم من الأيام كان المطر وليل واخويا كان خارج للدكان رح يشتري فكان ماسك كشافة كان ماسك مظلة فأنا قلت له لحظة لو نجمع الكشافة مع المظلة ونشغلها بالطاقة الشمسية هو قال لي وفاش تقولي أنت تجنني قال له لا أنا مني يعني أنه لو جمعناهم مع بعض لأنه أصلاً لو نروح بتشتريك بتأخذ الأشياء ونتماسك أصلاً المظلة والكشافة فهو سابني وراح يشتري من السوبر ماركت أنا جلسة أفكر في بالي أنه كيف بنسويها كيف بخرجها لأرض الواقع رحت اليوم السعال للمدرسة طرحت الفكرة على زميلاتي وعلى المدرسة عجبتهم الفكرة خرجنا نسأل الناس اللي حولنا لاقينا استحسان كبير للفكرة وعجبتهم الفكرة بس كانوا يقولوا طاقة شمسية وأنتو صغار لا 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 روحوا مستحيل أنه يعني ندعمكم ولا نسوي شي وأنتم أصلاً صغار كيف تسويوا طاقة شمسية ما حد سواها فكان هذا الشي حافظ أنه لا أنا بوريكم أنا والفريق ايش بنسوي بنثبت لكم أنه إحنا بنسوي استشرنا مهندس ساعدنا المهندس فكانت لنا هذه أول مظلة سويناها بالطاقة الشمسية من خارجها لوح شمسي من داخلها مصباح كهربائي تمتص الطاقة الشمسية وتحولها لطاقة كهربائية المنتج هذا نستخدمه في المطاعم والمنازل والفنادق وغيرها المنتج الثاني كان المروح الشمسية المروح الشمسية لوح الشمسي يمتص الطاقة الشمسية ويحولها إلى طاقة كهربائية ونستغني تماماً على الطاقة الكهربائية اللي بنعاني واصل منها من المشكلات المروحة للأماكن السائحلية اللي فيها الحر والمنازل المحلات وغيرها كان عندنا منتج ثالث اللي هو الفانوس الشمسي الفانوس الشمسي لوح شمسي يمتص الطاقة الشمسية ويحولها إلى طاقة كهربائية ونولع المصباح بالطاقة الشمسية كان حل بديل للطاقة الكهربائية الفانوس الشمسي للأماكن الريفية اللي لحد الآن ما وصلت لهاش الكهرباء ولطلاب المدارس والنازحين فإحنا طلاب المدارس بنعاني بسبب الانقطاع المستمر للتيارة الكهربائي اللي عنده مولدات ومواطير بنعاني من انزعاج كبير ودخان وتلوث للبيئة وإذا كان عندنا شمعة ورحنا خمس دقائق ورجعنا ونسيناها فالبيت بتحرق فكانت هذه المشكلة معاناة كنا بنعاني منها فهذا حل بديل للطاقة الكهربائية تماماً بعدها أول خطوة لنا كانت أنه ندخل مسابقة محلية ونشارك في المسابقة المحلية شاركنا في المسابقة المحلية أخذنا المركزة الأول أفضل شركة طلابية العام 2012 في اليمن كان هذه أول خطوة نجاح لنا في المشروع بعدها ترشحنا أنه نمثل اليمن في الخارج في دولة قطر والنافس 14 دولة عربية فإحنا كنا بنات أعمارنا كانت ما بين 15 و 16 سنة فكيف بنسافر الخارج وأول مرة نطلع طيارة وبدون أهالينا ومش عارفين أصلا الفرقة الثانية والدول الثانية في أش بتنافس أش منتجاتهم أش بيسووا ما كناش فاهمين وصلنا بس كان في عندنا شوية تخوف لحظة إعلان النتيجة أخذنا وفزنا المركز الأول على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أفضل شركة طلابيا العام 2012 رجعنا لليمن سووا معنا مقابلات صحفية وتلفزيونية وكانت كثير وكثير وشركة أجنبية سوت لنا فيلم وثائق وعرض في قناة تسعيدة إنتاج أمريكي وتصنفت من بين أقوى مئة امرأة عربية العام 2013 من المعاناة نخرج الإبداع ويولد الإبداع وأمل رغم الألم شكرا